اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية من قناة الغد المشرق نبدأها بالعلوين ضمن جولاته في العيد البحسني يزور عددا من الشخصيات الأدبية والأكاديمية والوطنية في المكلة والشحر محافظة حضرموت تتسلم 150 دراجة نارية مقدمة من الإمارات لإدارة أمن وشرطة ساحل حضرموت حفل غنائي ساهر على خور المكلة تعبيرا عن الشكر لدولة الإمارات على جهودها في تحرير حضرموت أعلنت قيادة التحالف العربي مغادرة طائرتين إلى عدن وصنعاء لتسليم الأسرة ضمن المبادرة السعودية الإنسانية فأكدت قيادة التحالف أن 37 أسيرا نقلوا برا وسلموا لاعتبارات إنسانية وقرب مناطق إقامتهم من الحدود كاشفة أنه تم نقل 108 أسرة إلى عدن وتسعة أسرة إلى صنعاء في حين يجري تسليم تسعة مقاتلين أجانب لسفارات دولهم قام نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني بزيارة لعدد من الشخصيات الأدمية والأكاديمية والوطنية بمدينتي المكلة والشحر وذلك ضمن زياراته العيدية سلسلة زيارات ميدانية قام بها نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني لعدد من الشخصيات النضالية والعسكرية والأدبية بمدينة المكلة الزيارة تأتي ضمن برنامج نزولاته وزياراته العيدية اليوم كان حافل بالزيارات لشخصيات كان لها أثر كمير ولا بصمات كبيرة في المجال الثقافي والمجال العلمي والمجال العالمي فأرادت سلطة المحلية وفقا للتوجه العام للقيادة الجديدة نتمثلها في المجلس الرئاسي أن تكون هذه الزيارات الميدانية حافظ ودافع للسلطة المحلية وللأولئي الناس الذين لهم بصمات ولهم تاريخ كبير وعارق يشتغلوا في ظروف صعبة وأبدعوا واليوم نرىهم يبدعون أيضا في الاستمرار نريد منهم الاستمرار في الإبداء فكانت هذه الزيارات لهم وخلال الزيارة قدم البحسن التهاني والتبركات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لكل الكوادر الحضرمية التي خدمت المحافظة خلال السنوات الماضية مطمئنا في الوقت ذاته على صحتهم وأوضاعهم المعيشية خطوة عزيزة يغام بها الأخ النايب الرئيس ومحافظ محافظة حضرموت وقايد المنطقة العسكرية والزميد فريق سالمين البحسني وهي خطوة طيبة ويزاه الله خير بالنسبة لتفقد مثل هذه القيادات التي كانت موجودة في المحافظة ونتمنى لو التوفيق في مهامه أنا سعيد جدا في هذه الزيارة وأقدرها تقديرا عظيما وهذا يدل على شيء من الوفاء لهؤلاء الذين بذلوا جهودا في الكتابة وفي تقديم عصير أفكارهم ونتائج وجدانهم إلى القراء وكان البحسني ومعه وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمر بن حبريش قد قام بزيارة مماثلة لعدد من الشخصيات الوطنية في مديرية الشحر البحسني أكد أن هذه الزيارات تأتي لكل من له أثر كبير وخدمات جليلة لحضرموت أعلنت القوات الحكومية عن حصيلة جديدة لانتهكات ميليشيات الحوثي للهدنة الأممية في جبهات القتال بمحافظات مارب والجوف وصعدة وحجة وأبيان والحديدة وتعز وكذلك الضالع وأوضحت القوات الحكومية ارتكاب ميليشي الحوثي ل341 خرقا منها 113 خرقا في الجبهات المحيطة بمحافظة مارب وتسعة وستون خرقا في جبهات القتال غرب حجة وخمسة وستون خرقا في جبهات محوري تعز وثلاثة وأربعون خرقا في جبهات الجوف وثلاثة وأربعون خرقا في محوري البرح وحيس جنوب الحديدة وأربعة خرقات في محوري الضالع وثلاثة خرقات شمال وغرب صعبة وخرق واحد في محوري أبيان اطلع رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق روكن الصغير بن عزيز على أحوال مقاتلين من الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة وأشار الفريق بن عزيز إلى خرقات مليشيات الحوثي المستمرة للهدة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها مؤكدا أن المليشيات تثبت متاجرتها بدماء اليمنيين تنفيذا لأجندة إيران كما ثمن بن عزيز جهود التحالف العربية المساندة لليمنيين في مختلف المجالات أكد السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم دعم بلاده للهدنة في اليمن برعاية الأمم المتحدة واعتبرها فرصة لتخفيف المعاناة وخطوة قيمة نحو السلام وقال أوبنهايم في تغريدة على تويتر أن بلاده تنضم إلى الدعوات الدولية لجميع الأطراف للوفاء بالتزاباتهم المتعلقة بالهدنة بما في ذلك تخفيف سنوات من الظروف الشبيهة بالحصار التي خلقت كارثة إنسانية لبئات الآلاف من الأشخاص في تعز وحولها وإعادة فتح مطار صنعه اعتبرت الحكومة الفرنسية أن رفع ميليشيات الحوثي الحصار عن تعز بمثابة أولوية للمجتمع الدولي وعرب السفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا في بيان على حساب موقع السفارة الفرنسية بتويتر عن قلقه العميق إزاء حصار تعز المستمر منذ عدة سنوات الأمر الذي جعل العديد من سكانها يعانون من محنة إنسانية وجدد السفير الفرنسي التأكيد على دعم بلاده الكامل للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة تشتنى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضر موت اللواء فرج البحسن استلام 150 دراجة نارية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة مخصصة للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضر موت ضمن سلسلة الدعم المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة دشن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضر موت اللواء الركن فرج البحسني استلام 150 دراجة نارية مقدمة من الإمارات للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضر موت إن قوات الشرطة في حضر موت ضحظة باهتمام غير عادي وهذا الاهتمام تمثل في العمل من بعد عملية التحرير على إعادة تأهيل هذه القوة على مستوى عالم التدريب على مستوى عالم الجاهزية وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات وكان الفضل بهذا والدور الأبرز لدولة الإمارات العربية المتحدة هذا الدعم إلى جانب الدورات التنشيطية لأفراد الأمن والتي تنفذها دولة الإمارات سيسهم بشكل كبير في تعزيز عمل الأجهزة الأمنية في المحافظة كان لتوجيهاتكم ومتابعتكم وبدعم الأشقاء في التحالف وأخص بالذكر دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في عودة الدورات التنشيطية للحافز وللحمد لله تتواجد قواتنا الأمنية حاليا وتقوم بوايواتها على أكمل وجه الدعم السخي الذي يقدمه الأشقاء في الإمارات لمحافظة حضر موت بشكل عام ولجهاز الأمن والشرطة على وجه الخصوص لقاء إشادات رسمية وشعبية واسعة كون هذا الدعم أسهم في جعل حضر موت محافظة آمنة مستقرة محمد بحفين الغد المشرق المكلة نظمت الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات العربية المتحدة حفلا غنائيا ساهرا على خور مدينة المكلة ويأتي الحفل تتويجا للحملة الشعبية لشكر الإمارات على جهودها في تحرير ساحل حضر موت من التنظيم الإرهابي ووقوفها المستمر مع أبناء محافظة حضر موت تشكر الإمارات وسماء المكلة تتزين بالألعاب النارية إنه رد الوفاء بالوفاء هنا حفل غنائي ساهر احتضنته مدينة المكلة الحفل نظمته الحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات العربية المتحدة التاريخ سيحكي ولن ننسى ذلك اليوم الذي قام فيه صبور الجو صبور الأمارات بدك أوكار الإرهاب وتحرر الحضر موت وتحرر في المكلة أنه يوما عظيم لن تخذ الأمة وعلى يمينها الشيخ خليفة بن زايد وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد امتدى الدعم الإماراتي ليس فقط في هذا الجانب وإنما امتدى بعد ذلك على مدار السنوات السنة الماضية وكان متعدد على كل الأشكال سواء في الجانب الإغاثي أو الجانب التنموي أو في الجوانب الخدمية الأخرى وبالفعل يعني نحن في هذا المقام لا نستطيع أن نفي الأشكال في دورة الإمارات العربية المتحدة حقهم فيما قدموه وما سيقدموه أيضا هذا اليوم لا ينسىها الحضر موت يوم تاريخي يوم عظيم قدم فيه النخبة الحضر مية كثير من الشهداء والأخوة الشقال الإماراتيين قدموا كثير من الشهداء أيضا ونقول بفضل الله وبالتضحيات نخبتنا الحضر مية وأشكال الإماراتيين ودول التحالف العربي وأنا أشكرهم وأنا أقول بإذن الله أن يجي وقت نرد الوفاء بو خالد القائد أغنية مقدمة من أبناء حضر موت لوالي عهد أبو ظبي سمو شيخ محمد بن زايد رقص الحاضرون على أنغامها طاربا وفرحا الأغنية من كلمات وغناء الفنان عامر بن سليم حفل هو ختام متدويج للحملة ختامها مسك بهذا الحفل الكرنفالي الغنائي الذي حضره جميع قيادات السلطة المحلية في حضر موت وكان الحفل ناجح وكبير جدا بجميع المقاييس حفل جماهيري حضره لألاف من أبناء حضر موت حفل صراحة عن فاجأنا الحضور به لأنه تم الاعداء دولهم مسبقا وكانت فيه فقرات مفاجأة للجمهور وتنبي شراف لدارة ثقافية بميليس التقالي بحضر موت وأيضا بمشاركة وتنفيذ مصر حضر موت ثلاث الفني هذه الاحتفالات تتزامن مع إحياء أبناء حضر موت ذكرى تحرير ساحل المحافظة من عناصر التنظيم الإرهابي كما تأتي تتويجا للحملة الشعبية لشكر دولة الإمارات في كل مرفق وضعت الإمارات بصمة ومن خور المكلة بعث أبناء حضر موت رسائل حب ووفاء لعيال زايد الدعم الإماراتي مستمر والوفاء الحضرمي يتجدد محسن بالبحث قناة الغد المشرق المكلة النشر مستمرة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير العاصمة عدن تحتفل بعيد الفطر بمجموعة متنوعة من الفعاليات أهلا بكم من جديد أمسيات وفعاليات تحتفي بها عدن خلال ليالي العيد إذ تشهد الملاهي والمنتجعات والمتنفسات أمسيات عيدية عدنية ترسم الفرحة على محية الزائرين بالعيد يسجل الليل ستاره على مدينة عدن خلال أيام العيد ليلفها بأجواء فرائحية وكرنفالية بهيجة يتغنى فيها الزائرون والأهالي بأمسيات تحتضنها المتنفسات والحدائق العامة التي يتوافد إليها الصغار والكبار للاحتفاء وقضاء أجمل الأوقات أعيدكم مباركوا كل عام وأنتم بخير وصحة وعافية إن شاء الله ينعاد عليكم أعوام يا رب العيد في عدن صراحة غير واليوم أني أشارك في منتقى عدن الماسي بحفل تالث يوم العيد وما شاء الله الأقوى حلوة والناس مليان من كل المحافظات كل المناطق وإن شاء الله ربنا يعيدوا علينا أعوام بالصحة والعافية والتقدم وتطوف في البلاد هذه العيد صراحة سنة حلوة صراحة من رغم أن العيد السنة الأولى كان مشاكل وأمراض وأبقاء وحاجة كذلك لكن الحمد لله هذه السنة حسنا بفرحة العيد وكما شاهدت الفرحة العيد كيف الحمد لله والله لك الحمد لحسن أو ضعف عدن أتحسنت الأفضل والأفضل كثير كثير ليل عدن ليس كنهارها بخاصة بليالي أيام العيد الصاخبة الموسيقى والأغاني والرقصات الشعبية تسمع في مختلف الأرجاء والمتنزهات والحدائق والملاهي والمنتجعات تكتض بمن فيها من الوافدين والزائرين الذين يحيون ليالي المدينة بالأنس والابتهاج نحضر الحفلات والمناسبات والعياد في أكثر من منتزهات وأكثر من حفلات وأكثر من منتزهات وأكثر من أماكن وأكثر من سواحل وأشكر خاص لكل من نساها على هذا الحفل والله لحنا اليوم أسعد يوم بعدا بهذا العيد بدي السنة خصوصيا أشي أقول لك حاجة رائعة ومن تتعوضش بالصراحة مع توخرجنا وفرحنا مجلس سنة أولى ما كانت أفتهم لك نحيي الشعب كامل عدن وشمالها وغرق كامل واليوم الصراحة أشي أقول لك زحمة زحمة وهنا نحن فرحانين عدن وخلال أيام العيد باتت بالحلة التي تليق بها وتوفرت فيها مقاومات ترتقي لأن تكون جاذبة للاستثمار وهذا جاء بعد جهود كبيرة قامت بها السلطات لخلق بيئة آمنة ومناسبة خلال العيد وما بعده ليدخلها الجميع بسلام آمنين ومقيمين ومتنزهين صالح حنش ألغد المشرق عدم في أخبار كورونا أظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أن عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة الإصابة ببيروس كورونا يزيد عن ثلاثة أمثال عما تم تسجيله في البيئات الرسمية وقالت المنظمة التابعة للأمم أن هناك 14.9 مليون وفاة إضافية مرتبطة بكورونا بنهاية عام 2021 وبلغ العدد الرسمي للوفيات المنسوبة مباشرة إلى الفيروس التي تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بها بين 2020 ونهاية ديسمبر 2021 أكثر بقليل من 5.4 مليون ارتفع عدد الإصابات الجديدة بكورونا في جنوب إفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال 24 ساعة وبلغت نسبة الفحوص الإيجابية 25.9% وهي أعلى نسبة مسجلة منذ شهور كما توفي سبعة أشخاص جراء كوفيد في اليومين الفائتين وكان مركز الابتكار والاستجابة للأوبئة قد حذر في نهاية إبريل الماضي من موجة وبائية جديدة في جنوب إفريقيا وضع المنظمون الأمريكيون قيودا صارمة على من يمكنه تلقي لقاح كوفيد 19 من شركة جونسون أن جونسون بسبب خطر الإصابة بمتلازمة تخفر الدم الناذرة وهي أحدث انتكاسة للحقنة وقالت إدارة الغذاء والدواء أنه يجب إعطاء حقنة جونسون أن جونسون للبالغين التي حصلت على تصريح من الولايات المتحدة في فبراير 2021 فقط للذين لا يستطيعون تلقي لقاح مختلفة أو لا يمكنهم الوصول إلى لقاحات كوفيد 19 المصرح بها أو المعتبدة نهاية النشرات تذكير بالعلومة ضمن جولاته في العيد البحسني يزور عددا من الشخصية الأدبية والأكاديمية والوطنية في المكلة والشحر محافظة حضربوت تتسلم 150 دراجة نارية مقدمة من الإمارات لإدارة أمن والشرطة ساحل حضربوت وحفل غلائي ساهر على خور المكلة تعبيرا عن الشكر لدولة الإمارات على جهودها في تحرير حضربوت لمتابعتنا عبر البث الباشر زروا موقع القناة الغد ويريدكم متطبيق ضمن الإخبار ادنتم بصحة اشتركوا في القناة